وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيتانيا من قرية بمريم ومرسى أختها وكان بمريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل أجل مجد الله بل أجل مجد الله بل أجل مجد الله ليتمجد ابن الله به وكان يسوع يحب مرسى واختها ولي عذر فلما سمع أنه مريض ما كسحي نأذن في الموضع الذي كان فيه يومين ثم بعد ذلك قال لتلميذه لنذهب إلى اليهودية أيضا قال له التلميذ قال له التلميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك أجاب يسوع أليست ساعات النهار إسنتي عشر إن كان أحد يمشي في النهار لا يأثر لأنه ينظر نور هذا العالم ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يأثر لأن النور ليس فيه قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعاذر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه فقال تلميذه لذلك قال لهم يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاض النوم فقال لهم يسوع حين أذن على ناثن لعاذر مات لعاذر مات وأنا أفرح لأجلكم أني لم أكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب إليه فقال تومى الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه فقال تومى فقال تومى قال تومى قال تومى قال تومى قال تومى لنسب نحن أيضا لكي نموت معه فلما أتى يسوع وقد أنه قد صار له أربعة أيام في القبر وكان ببيت عني قريب من أرشليم نحو خمسة عشر غلوة وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرسى ومريم ليعزوهما عن أخيهما فلما سمعت مرسى أن يسوع آية لاقته وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت فقالت مرسى ليسوع يا سيد لو كنت ها هنا لم يموت أخي لكنني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه قال لها يسوع يسوع سيقوم أخوك سيقوم في القيامة في اليوم الأخير سيقوم أخوك سيقوم في القيامة في اليوم الأخير قال لها يسوع جسول أنا هو القيامة في الحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أخوك 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 سيقوم أخوك أخوك سيقوم أخوك ولما قالت هذا مضت ودعب مريم أختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدوكي أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه ولم يكن يسوى ققاء إلى القرية ولكن كان في المكان الذي لاقته فيه مرتا ثم أن اليهود الذين كانوا معها في البيت وزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع وراته قررت عند رجليه قائلة له يسوى قائلين يسوى قائلين يا سيد لو كنت هى هنا لم يموت أخي سيد لو كنت هى هناك فلما رأى يسوع تبكي عندما رأى يسوع تبكي واليهود الذين كانوا معها يبكون انزعج بالروح وطرب وقال اين وضعتمو قالوا له انظروا كيف كان يحبه وقال بعض منهم لم يقدر هذا الذي فتح عيني الام ان يجعل هذا أيضا لا يموت فانزعج يسوع أيضا في نفسه وقال إلى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه حجر قال يسوع جسو قال ارفعوا الحجر قالت له مرثة اخت الميت مرثة اخت الميت يا سيد قد انتنا لأن له أربعة أيام قال لها يسوع جسو قال ألم أقل لك إن أمنت ترين مكد الله فرفعوا الحجارة حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال جسو قال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني لأنك أرسلتني لأنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم قال هذا لأنك أرسلتني لعزر هلما خارجا لعزر ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به وأما قوم منهم فمضوا إلى الفرسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع وقالوا فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة انتركناه هكذا يؤمن جميع به سلو لشامو فار ويأتي رومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قياف الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة فقالوا أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية إلى مدينة يقالها إفراهيم ومكث هناك مع تلميزه وكان فسح اليهود قريبا فصعد كثيرون من الكوري إلى أرشاليم قبل الفسح ليطاهروا أنفسهم فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم وقفون في الهيكل ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفرسيون قد أصدروا أمرا قبل الفرسيون قد أصدروا أنفسهم أنفسهم أحد أين هو؟ قبل الفرسيون قد أصدروا أنفسهم 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 القد أمرا